السلام عليكم. معكم مصطفى من قناة مستر مونتك. انا قررت اقدم دعم. بما ان الفيديوهات عندي ما بقيتش كتير. ما بقيتش اقدر انزل الفيديوهات بشكل مستمر. او اقدر افكر في فكرة فيديو كويسة. انا ازلها. ويبقى عندي فيديوهات بشكل مستمر. وبما ان الناس مش عارفة توصعد عشرة الاف مشاهدة. والناس اللي عايز تكسب ارباح من شهر اثناشر والحاجات دي كلها. والمشاكل دي كلها بتقابل الناس كتير. فانا قررت اقدم حل ولو كان حل بسيط جدا. هو اني عايز احاول فيديوهاتي لترخيص. ده بسبب ايه? بسبب ان انا نحتاج ان انا اوصل لتارجت معين بالشهر ده. ما عادش غير شهر واحد. لو الشهر اثناشر. يعني في حالين عشان اوصل للتارجت اللي انا عايزه. اللي هو عشرة الاف مشترك. والمفروض ان اوصل له قبل نهاية السنة دي. المفروض اوصل لخمسمائة الف مشاهدة قبل نهاية السنة دي. بازن الله نقدر نوصل لهم من غير الحركة دي. ولكن انا حبيت اني اساعد الناس وساعد القناة. وضح يا مصطفى انت عايزت وليه? انا عاوز اقول ان انا هسيب الناس تاخد فيديوهاتي. تاخد مش فيديوهاتي كلها. تاخد قطعة من الفيديوهات وتبدأ تربح منها من شهر اثناشر. مثلا فيديو زي بتاع العشرة الاف مشاهدة ده انت ممكن تحطه عندك على قناتك وتكسب منه فلوس. ده اول حاجة. تاني حاجة انت ممكن تعدل عشرة الاف مشاهدة دي تاني حاجة. وبعد كده بقى واعمل اي حاجة ان انت عايزها بقى في الفيديو يعني واعمل اللي انت عايزه في الفيديو بعد كده. الفكرة دي اولا هتساعدنا انا كمنشئ محتوى وهتساعدني كقناة مستر بونتك هتساعدني بشكل كبير ان هي هتطور من العدد سبسكرايبرز اني عندي وان شاء الله هيبقى هاوصل للطريقة اللي انا عايزه دي اول حاجة. تاني حاجة ان هي هتساعد الناس كلها في انها ممكن توصل طبخ مشاهدة بسهولة. على الى قلanting لو اخدتك عشر او عشرين فيديو ما اللي عندي الان عندي اكتر من مية وخمسين فيديو او مية وسbitين فيديو. ممكن تاخد عشر او عشر او عشرين فيديو فيديو من عندي كقطع مش فيديو كامل لا كطع حاجات اجوبت عليها او اي حاجات اخد كطع من الفيديوهات وتحطها عندك في القناة. وساعتها هتجيب مشاهدات ولو الف مشاهدة في الفيديو الواحد هتوصل لعشرين الف مشاهدة او عشر تلاف مشاهدة وهتعدل عشر تلاف مشاهدة تحقيق دخل وبعد كده بعمل المحتوى اللي انت عايزه. دي فكرة بس بس بسيطة كده انت ممكن تقدر تستخدمها. او انك تستخدم فيديوهاتي في الريح من يوتيوب ودي حاجة برضو هتبقى كويسة جدا وشرحنا اكتر من طريقة لازاي تقدر تستهدف الناس اللي انت عايزها وشرحنا ازاي ممكن تحط كلمات مفتاحية ووصف كويس يقدر يجيب لك فلوس كويسة من يوتيوب وشهر اتناشر زي ما قلنا برضو وشهر الارباح فهتلاقي الاعلانات عندك بتمشي بشكل كويس جدا. الفكرة دي حصلت مع ماتريكس سنتين وتسعتاشر كانت فكرة عنك حاجة جدا. تمام? وصل لحد ستة وعشرين الف مشترك او سبعة وشرين الف مشترك. وده رقم مش قليل. فانا عايز اجرب الفكرة دي. فقولولي في الكومنتات تحت لو عاوزيني اعمل الحركة دي. هبست على الكومنتات كلها. لو الناس عايزة الموضوع ده والناس هتشتغل تقولي انا هبدأ اشتغل. تقول انا هشتغل في الكومنتات. تمام? الناس اللي هتشتغل تقولي ان هي عايزة تشتغل عشان بناء على ده هعمل الفيديوهات كرياتيب كومنز النهاردة بازن الله او بكرة بكتير عم اشوف كل الناس واشوف كل الكومنتات. تمام? الناس اللي هتشتغل تقولي ان هي عايزة تشتغل. لو لقيت في ناس فعلا هحب انها تشتغل وحب انها تعمل الكلام ده. هعمل الفيديوهات ان شاء الله طيب الشروط الشروط هي بسيطة جدا 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 انت كل هتعمله هتعمل هتكتب العنوان انت عايزه زي ما انت عايز خاص مش هقل لي هتحط اسمي في العنوان على اي حاجة لأ في الوصف هتحط رابط الفيديو تمام هتحط رابط الفيديو عادي جدا فيديو بتاعي وتقول ان المصدر ده مصدر الفيديو نقطتين خط الفيديو بتاعي او مصدر الفيديو وخط رابط مش لازم رابط الفيديو وفي الوصف برضو تعمل هاشتاج بس مش عايز بانك اكتر من كده. اهم حاجة الهاشتاج وانك تقول مصدر الفيديو في قناة وتحط رابط القناة. بس انت كده اقدمت دعم اللي انا عايزه بالزبط. مش بقول لك اعمل اكتر من كده. وما تحطش اي حاجة علاقة بيها في العنوان. تمام? عايز تحط في كلماته افتاحية قناة او عادي. ده مش هيفرق معي كتير. تمام? ده بالعكس ممكن يجيب لك انت مشاهدات يعني. يبقى الشروط مرة تانية. هتحط هاشتاج مستر بومتك في الوصف. وتكتب مصدر او المصدر. ونقطتين قناة مستر بومتك. وتحط رابط بس. وياردت يكون في اول الوصف. اول سقطرين في الوصف. بس كده شباب الناس اللي تشتغل تجي اسفل فيديو دلوقتي وتقول ان هي عايزة تشتغل. الناس اللي ما عندهاش محتوى بس. اما الناس اللي عندها محتوى تخليها في محتوها عايز تاخد فيديو او فيديوين او فيديوهات مثلا اه كنت شرحتهم ومش عارفة تعمل الفيديو زي ما انا عملت او مش عايزة تاخد فكرة الفيديو بتاعتي وعايزة تاخد الفيديو نفسه فدي حاجة انا برجحها لك جدا انت ممكن تعملها بالفيديوهات اللي انا ممكن اعملها انا هعمل كل الفيديوهات في ياريت اشوف الناس اللي هتشتغل اسفل الفيديو ويقولوا ان هم عايزين يشتغل. كده هتمنى اكون افتكوا واتمنى ان الحلقة دي تفيد الناس واتفيدني بازن الله واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي سلام.